هكلمك عن مرتب للشفايف حلو قوي عن تجربة بجد في مرتبات كتيرة قوي بتبقى بتستخدميها شوية كده بس تلاقي راحت وشفايفك رجعتنيش في التاني بسرعة لأ المرتب اللي هقولك عنه ده هكلمك عنه لأ مرتب بجد يستاهل و هجيب معاك نتيجة يعني فبجد هاتي من طيب بوس يا بنات هكلمكم النهاردة عن مرتب من فازلين بس هو مش 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 علا بالفازلين نحن بنجيبها العادية لا هو مرتب متخصص للشفايف من مركة فازلين هو اسمه لب ثيرابي هو بيعالج الشفايف يعني هو مخصص للشفايف ومكتوب عليه روزي لبس يعني بيديكي شفايف وردية طيب انا لما جربت المرتب ده يعني عدت فترة اجربه قبل ما كلمكم عنه هو بجد حلوة قوي 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 يعني هتحطيه على شفايفك لو شفايفك نشفة في الشتة طبعا بيحصل لنا شفايفنا بتنشف وبتبقى تحس ان انت حاسة بعدها مراحة فيها كده ومدايقاكي فلازم طبعا تستخدميها مرتب للشفايف فانت لما بتحطيه على شفايفك بتحسي فعلا ان شفايفك ارتاحت جدا بيديكي شكل حلو قوي للشفايف بيديكي لون جميل كده روزي حلو قوي طبيعي يعني بيخلي شفايفك وردية بشكل طبيعي حلو قوي هو بص هو بس حجمه صغير قوي يعني لان نقطة منه او يدوبك كده هتكفيكي برضو لأ انا كنت جايبا اونلاين في بعض الاماكن بتبيعه هتلاقي سعره لو لقيتيا على اونلاين مثلا على سوق انا جايبا من سوق هتكتبلك انا في اللينك انا جايبا منين هسيبلك في اللينك انا جايبا منين في اللينك اللي انا جايبا منه هتبصي تلاقي في اسعار متفاوتة لي لأناقي اقل سعر لي طيب وموجود كمان في اماكن تانية يعني فانتي لو بجد عايزة مرتب للشفايف حلو وهيغيحك ويديكي شكل حلو وصحي لشفايفك فانصحك بالمرتب ده طبعا علشان نحفظ على شفايفنا حلوة طبعا يعني يفضل كمان ان انتي تعملي سكراب ليها علشان شفايفك تبقى شكلها صحيح السكراب ده بتعمليه ازاي ان انتي بتجيبي معلقة السكر صغيرة وبتحطي عليها يا زيت زتون او زيت جوز هند وبتعملي يعني تدلكي شفايفك بالسكراب ده بعد ما بتدلكيها تحس ان شفايفك بقت نعمة كده خاصة انتي لو بتحطي ارواج او روج عليها هتبس تلاقيي ان يعني الشفايف مش هيبقى فيها زي قشور كده او جلد ميت لا هتبقى شكلها حلو وجميل في الروج مش هيبقى شكلها يعني متكتل علي الروج او شكله مش حلو وده كان ريفيو عن افضل مرتب الشفايف انا استخدمته انصحكم بي ان شاء الله شوفكم في ريفيوهات تانية ويرب يكون عجبكم الفيديو الله السلام عليكم ورحمة الله